بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة فإن الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع العيش لوحده فهو اجتماعي بطبعه فلا ينفك أن يعيش مع الناس وكل واحد لا بد أن يكون له أصحاب وأصفياء وأخلاء وهؤلاء الأصحاب إنما يقعوا اختيارهم موافقة للطبع فغالبا ترى الناس يتوافقون في طباعهم وأخلاقهم وعاداتهم وبذلك تكون الصحبة والصحبة أيها الإخوة تأثيرها كبير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل الإنسان على دين صاحبه فهذا الصاحب كما يقال في المثل العربي الصاحب ساحب فإن كان صاحبك ذا تقى وذا أخلاق طيبة فإنه يسحبك إلى هذه الأخلاق وإن كان صاحبك ذا أخلاق سيئة وعادات بغيضة فإنه أيضا يسحبك إلى هذه الأخلاق وقيل قديما الطبع سرق وطالما أن الإنسان لابد له من صحبة فعليه أن يختار فالإنسان يعيش في هذه الحياة ويفرح مع أصحابه ولكن هذه الحياة ستنقضي وهذه الصحبة إما أن يفرح لأنها قد كانت في الدنيا وإما فإنه سيندم أشد الندم قال الله سبحانه وتعالى الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فالعدابة بين الأصدقاء لا تتصور ولكنها يوم القيامة واقعة لا محالة إلا بين الأصحاب الأتقياء ويقول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني فهذه صفات الصاحب السيء فأنه يضل الإنسان عن طريق الهداية ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه ونافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة أو يحرق ثيابك وهذه الأيام التي نعيشها نجد أن الصدقات بين الناس أصبحت على شكل واسع لسيما مع وجود وسائل التواصل فعلى الإنسان أن يتقي من يصاحب وعليه أن لا يصاحب إلا تقي وأن يعلم أن هذه الصحبة إنما هي إما أن تكون ذخرا له في هذه الحياة ومعينة له على الطاعة وإما أن تكون والعياذ بالله تعالى سبب في ضياع دينه ودنياه ضياع دنياه وكذلك خسارة أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ونسأله سبحانه أن يهيئ لنا أصدقاء صالحين يعينوننا على الخير يذكرون إن نسينا ويعلمون إن جهلنا ويأخذوا بأيدينا إلى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة